مساء الخير عليك يا أحمد مساء خير صار ومساء خير على حضراتكم الحقيقة يمكن يعني طبعا الروباط الصليبي يمكن بوعبع اللعيبة لكن خدوا بالحضراتكم إنه فيه حاجات كتير جدا النهاردة في الطب اتغيرت واتطورت بشكل كبير جدا وطبعا لما نتكلم على أندية إنجلترا واستثماراتها فيه في النهاية بالنسبة للأستن فيلا تريزيجيست سمار كبير جدا وبالتأكيد حينال الرعاية اللازمة وهيرجع في عارب وقت وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش فترة طويلة غيابه عن الملعب بإمبارح الحقيقة ألف سلامة طبعا وانطمن عليه في أقرب فرصة إن شاء الله ويرجع زي ما قالت سارة إن شاء الله بمستوى يكون أحسن ملقه خانيني أتكلم حضراتكم بقى شوية عن الكلاسيكو لأنه إلى حد ما طبعا لقاء قمة بيستنى العالم كله وإحنا يمكن تكلمنا عليه في حالة إمبارح وكلمنا على ظروف ما قبل المباراة وعارفين إنه الريال والبرسة السنة دي مش في أحسن حالتهم أنا مش هتكلم على الكورة قوي لكن هتكلم الحقيقة على التحكيم لأنه حضراتكم عارفين كمان إن إحنا عندنا في حالة جدل كده مصرر اليومين دول فيما يتعلق بتاقم التحكيم اللي هيدير مباراة القمة الأهلي والزمالك في حال إنها تلعبت في معادها إن شاء الله يوم 18 إبريب وإمبارح يمكن شوفنا لقطة مهمة جدا كانت فارقة ويمكن كانت مصر حديث الوسائل الإعلام والمشجعين بالمختلف انتمعاتهم على السوشيال ميديا لقطة دربة الجزاء ما تحسبتش للبرسة في مباراة إمبارح وخدوا بالحضراتكم أنا مش بس بتكلم على ديربي مش بتكلم على كلاسيكو مش بتكلم على غريمين تقليديين أنا بتكلم كمان على مباراة من الوارد جدا إن نتيجتها تكون مؤثرة في حسم بطولة الليجة إحنا عندنا صراع المقدمة طبعا إن تابعين الليجة عارفين بشكل كبير إنه الصراع محتدم جدا والمراكز قريبة جدا أو النقط قريبة جدا للأتلاتيكو وللريال وللبرسة والنقطة ممكن تكون حاسمة بشكل كبير جدا في حسم اللقب التلاتة بونت أو التلاتة نقطة بتوع مبارح قرابوا الريال بشكل كبير جدا من المنافسة على لقب البطولة وإلى حد ما صعبوا شوية من فرص البارسة لكن في النهاية في غلطة في المباراة وإنهاش بس بتكلم على ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء أنا بتكلم هنا على موقف الحكم في لعبة كانت محل شك أقول على أقل تقدير محل شك كان لابد فيها من الرجوع للفار عشان نتأكد أو نحسم ونطمن في نفس الوقت إن ما فيش أي شبهة تجني أو ما فيش أي شبهة تعدي على حق واحد من الفرقتين وده اللي ما حصلش وده الحقيقة اللي زود الشكوك بشكل كبير وده الحقيقة كمان اللي أثار غضب بشكل كبير جدا اللي أثار غضب بشكل كبير جدا